السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني جميعا وأسعد الله صباحكم وصباح الخير دي أكسن اليوم إن شاء الله ستكون لنا دردشة لطيفة وخفيفة بنفس الوقت حتى نستفيد جميعا بالله تعالى الأحد العدسات الذكية التي تنظر منها دي أكسن فكونوا معنا بدقائق بسيطة تحياتي لكم طبعا إخواني ما يميز العقلاء والأذكياء بل الناجحون جميعا في مختلف العصور ومختلف الدهور أنهم ينظرون للحياة من زوايا مختلفة فلكل إنسان له نظرة خاصة وله عدسة ينظر منها فإذا أوجدت العدسة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ستكون أحد الناجحين ولا يختلف ناجحا آخر إلا بهذه العدسات التي أظنها أنه أحد أسباب النجاح اليوم ننظر إلى أحد العدسات الذكية التي دائما تركز عليها دي أكسن من ثقافة دي أكسن ومن ثقافة الأذكياء كوني مختص في جانب السلامة والصحة المهنية دائما نركز على جانب الوقاية والتصفية هذين المصطلحين إذا فوهما وممكن أن نخضعهما لثقافة دي أكسن ومنتجات دي أكسن ومشروع دي أكسن الشمولي لداما نقول عن مشروع دي أكسن أنه شمولي متعدد المنافع متعدد الأثر ممكن أن نرى المشروع بنظرة ذكية وممكن أن نسعد ونسعد كثير من الناس فحقيقة السعادة لا تكمن بسعادتك لوحدك سعادتك على قدر ما تنجح وتسعد الناس فإن شاء الله نصلط اليوم الضوء على مفهومي الوقاية والتصحيح وكيف ممكن أن نخضع هذين المصطلحين لمشروعنا الشمولي وإن شاء الله تعالى تكون دقائق لطيفة نستفيد منها جميعا وعدسة ذكية ننظر من خلالها إلى هذا المشروع الذكي طبعا لعل سأل يسأل ما الرابط بين موضوع الدردشة وشركتنا يعني أيش اللي جاب السلام والصحة المهنية بموضوع شركة دي أكسن ذات المشروع الشمودي طبعا العقلاء اتفقوا على أن العلوم الحقيقية والعلوم التي تنبع عن أصول ثابتة وراسخة التي ترتقي إلى حقائق وثوابت اللي يسمونه فاكت وحقائق هذه تلتقي في نقطة واحدة فلذلك العلوم الحقيقي لا تتعارض بل يعضد بعضها بعضا وهذا متفق عليه بين جميع العقلاء بل أن أي أمر تجده متناقضا لا بد أن يكون أحد الأمرين فيه إشكال فإذا التقت العلوم والتقت الحقائق في نقطة معينة تأكد أن هذين العلمين هم حقيقيين وكل الأمرين يعضد بعضهمها بعضا فثقافة دي أكسن ومشروع دي أكسن شمولي كل الحقائق وكل النتائج الحقيقية وكل العلوم التطبيقية الذكية تنطبق وتندرج تحت هذا المشروع الشئ الذكي وممكن أن تستثمر استثمارا ذكيا فتخضع جميع العلوم لمشروعك الذكي بل من الذكاء أن تستثمر ما عندك من خلفيات ومعلومات علمية وتطبيقية بمشروعك الذكي لأن مشروعك جميل فيه أنه كل الناس ممكن أن تنجح في هذا المشروع وكل الناس مؤهل النجاح في هذا المشروع فلذلك نقطة الالتقاء قوية وإن شاء الله راح نسلط الضوء على هذه نقطة الالتقاء وكيف ممكن أن نستثمرها في مشروعنا الشمولي الآن أخواني قبل ما ندخل للموضوع لابد من الوقوف على هذه المصطلحات وفهمها كما يعلم ومتفق بين العقلاء على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فمقدما لابد أن نفهم مصطلحي الوقاية والتصحيح حتى من خلالها ندخل إلى المعنى المقصود من هذه المحاضرة الإجراء الوقائي طبعا دام يسمى الـ Preventive Action هذا إجراء يعني الآن نتكلم كاستلاح ورح أحل الموضوع وسهل إن شاء الله هو الإجراء الذي يمنع احتمال حدوث عدم الدقة أو في بعض المصطلحات يطلق عليه المطابقة أو الحالات الغير مرغوب فيها فالوقاية هو شيء وإجراءات تأخذ قبل وقوع الحدث وقبل وقوع الخطر لعدم وقوع الخطر فهذا معنى عميق ومعنى مهم جدا المطابقة يقصد بها عند علماء الجودة أنه أنت عندك مواصفات أساسية وعندك تطبيق فلابد أنه يقتر بالتطبيق من المواصفة الموجودة فلو تطابقت أنت الآن في الـ Safety Side في بر الأمان وفي الجهة الصحيحة فبالتالي الوقاية هي إجراءات تمنع من وقوع الخطر أو من وقوع خلل معين يمنعك من التطابق مع الحالة الصحيحة فلذلك هذا المعنى الوقائي بالمعنى الاصطلاحي بالنسبة لإجراء التصحيح الـ Corrective Action طبعا هذا إجراء يقع بعد وقوع الخلل أو بعد وقوع الخطر أو بعد وقوع الخطر فلذلك هو يسمى إجراء الذي يتخذ لمعارجة السبب الذي يقف وراء عدم الدقة أو المطابقة ومنع تكراره مرة أخرى طبعا هذه معاني الأميقة جدا إخواني طبعا يحتاج شرحها طويل جدا لكن نحن نحاول نبسط المصطلح والربطة بما هو الشاهد من هذه الدردة فلذلك إجراء التصحيحي لشيء خطر أو خلل معين ووقع فما هي الإجراءات التي تتخذها لتصحيح هذا الخلل حتى تصل إلى المطابقة حتى تصل إلى الإجراء الصحيح وحتى تمنع تكرار هذا الخطر فلذلك هذا الإجراء يسمى الإجراء التصحيحي طبعا هنا يأتي الربط الآن لما نتكلم عن مشروع شمولي مثل مشروع دي أكسن طبعا البينته على مدى عداما نقول نحن أعضاء دي أكسن ندعي دعوة فعلينا بالإثبات الآن ندعي أن شركة دي أكسن توفر لك الحرية الصحية ورفع الشعار كون مخلصا ومهتم لصحتك طيب كيف نحاكي هذين المصالحين ضمن هذا الشعار وكيف نحاكي هذا الشعار ضمن هذين المصالحين الآن الصح يا أخواني مثل ما معروف تبنى على أمور كثيرة أهم ما في الصحة والآن العالم كله منشغل بالفيروس كورونا ومنشغل بالأمراض الوبائية ومنشغل ومنشغل تجد سبحان الله أعضاء دي أكسن لديهم ابتسامة المطمئن المرتاح المستقر لأنه عرف السبب ولأنه عرف العلاج ولأنه عرف كيف يعالج السبب وهم ليسوا بأطباء لأن عدنا إحنا حقيقة ثقافة الوقاية والتصفية طبعا هذه الثقافة هي بغض النظر عن المصطلحات هي موجودة لكن الآن عززنا هذه الثقافة بالمصطلح العلمي الدقيق اللي يصف الحال الموجود فكما يقال لسان المقالي أو أدعى من لسان الحال فالآن في ثقافة دي أكسن أنك تبدأ بالوقاية أنه تمنع وقوع الحدث أو تمنع وقوع الخطر كيف من خلال المنتجات الصحية ومن خلال النمط الصحي فأنت وفرت النمط الوقائي والإجراء الوقائي طيب فيما لو لا قدر الله على الشخص وقع المرض أو وقع الخلل أو وقع عدم المطابقة كما سمناه في المصطلح الآن يأتي دور المنتجات بالإجراء التصحيحي فالمنتجات تقوم بتصحيح مسار الجسم من خلال رفع المناعة من خلال أعطاء الجسم ما يستحق من الغذاء المستحق للخلايا من خلال وضع الجسم بالمسار الصحيح وبالتالي الجسم يقوم بعلاج الخلل ويقوم بالإجراء التصحيحي فنحن الآن من خلال المنتجات الصحية ومن خلال ثقافة دي أكسن الصحية أوقعنا لفظة الإوقاية والتصحيح على هذا المنتج مع هذا الجسد الذي يحتاج إلى هذين المصطلحين وهاتين الحقيقتين فتخيلوا أخواني الآن دي أكسن وثقافة دي أكسن ومنتجات دي أكسن وفرت لك الوقاية والتصحيح بنفس الوقت فهذا الحرية الصحية قد حققناها من خلال هذين المصطلحين وهاتين الحقيقتين الآن لما نأتي إلى الحرية المالية الحرية المالية معروفة أن تحصل على عوائد مادية تكفيك وتزيد حاجتك ممكن أن تتدخر منها ولا يستلزم وجودك في محل عمل ومشهور كلمة وارد بافيت لما يقول أن الإنسان لم يجد له عملا أو دخلا يأتيه وهو نائم فسيظل يعمل حتى يموت طيب هل هذه المعطيات متوفرة في دي أكسن؟ نعم متوفرة في دي أكسن ونظام دي أكسن وداما الشركات المنافسة التي حقيقة أتعبتها دي أكسن فدي أكسن أنست من قبلها وأتعبت من بعدها نظام دي أكسن يا أخوان نظام حقيقي نظام دي أكسن نظام مانح نظام دي أكسن نظام حقق معه الكثير الحرية المالية بمختلف درجات الحرية المالية التي قد تختلف من شخص إلى آخر لكن نظام دي أكسن جميل فيه فيه وقاية وتصحيح طبعا كثير من الأخوان اللي عاشوا حياة الوظيفة وكثير من الأخوان اللي عاشوا حياة العمل المؤقت أو حياة العمل الأوحد بعمل تقليدي أو عمل ذو مصدر دخل واحد عاشوا الأمرين من خلال هذا الدخل اللي قد يكون متذبب قد يكون دخل غير كافي لإحتياجات الشخصية قد يكون الدخل كافي لسد الرمق لكن لا يغطي الطموح والاهتمامات فبالتال دي أكسن أوجدت لك نظام مالي مانح حقيقي من خلاله تتقي الفقر ومن خلاله تتقي الإجراءات التي قد تقع عليك من الفقر لظروف معينة كثير من الأخوة وذكر بعض الأخوة قسمعت قصصهم أنه عاشوا في خط الفقر أو ما فوق خط الفقر أو ما تحته ما كان عندهم إجراءات تصحيحية من خلال نظام مالي مانح أو مشروع ذكي يغضي صح لهم هذا المسار المالي لكن مع دي أكسن أنت في مأمن مع دي أكسن أنت في أمل وطموح دائم لأن نظام دي أكسن نظام مالي مانح ذكي ممكن أن تتقي من خلال الفقر وممكن أن تصحح مسار الدخل المالي الحقيقي وتصل من خلاله وبه إلى الحر المالية فحققنا الوقاية وحققنا التصحيح لمن وقع عنده الفقر الآن أكثرنا يقرأ أخواني في الصحف والمجلات والأخبار اللي أصبحت مدار بحث الناس في ظل الظروف الأخيرة ظل ظروف الفيروس سبحان الله تجد تعطل لكثير من المصانع تعطل لكثير من الأعمال التقليدية تعطل لكثير من الأعمال التجارية وتخيل أن عملك في دي أكسن ينمو في ظل هذا الظروف تخيلوا ما عظمة الله سبحانه وتعالى وفقنا لمثل هكذا عمل وما عظمة هكذا شركة تثبت بالأزمات بل تقوى في الأزمات وتقوى في الرخاء والشدة يعني قد يستغرب شخص لما يقول في الرخاء نقول نعم في الرخاء لأن الناس تبحث عن الكماليات وموجودة الكمالات في شركة دي أكسن من منتجات وثقافة وإلى آخره لما الناس تبحث عن الحاجيات نعم موجودة في دي أكسن من مواد أساسية غذائية ومن فرصة عمل إضافية أو أساسية لبعض الناس من ضروريات نعم موجود في دي أكسن الضروريات من منتجات صحية تدافع الجسم وتطرح السموم وتساعد الجسم على الوقاية والتصفح كغذاء أساسي ذو أثر صحي ومع نظام مالي مانح ممكن أن ترتقي به وتنجو من الفقر فبالتالي أنت مع نعمة كبيرة إذا استثمرت بذكاء وإذا وصلت إلى ما طرحت هذه الشركة من أساسيات أن تنعم بصحة وتنعم برخاء مالي وتسعد وتسعد كثير من الناس فتخيلوا هذا النعمة اللي إحنا فيها يا أخواني إحنا في نعمة كبيرة والله لو علمها كثير من الناس على حقيقتها كما يقال لجالدون عليها بالسيوف لكن كثير من الناس يجهل فواعد ومزايا هذا الشرك لأسباب كثيرة قد تكون هذه الأسباب أحدها إحنا وأسلوب طرحنا للفكرة وأسلوب طرحنا للمشروع فبالتالي يا أخواني نحن مع ثقافة حقيقية ومع شركة حقيقية ممكن من خلالها أن تنجو في ظل الأزمات الآن كثير من الصحف وكثير من المصادر المعرفية تطرح أن أكثر العمال توقفت وبعض العمال نمت شوفوا سبحان الله يتكلموا الآن عن بعض العمال توقفت وبعض العمال ازداد نشاطها من ضمنها العمال المتعلقة بالمنتجات الصحية ونحن رواد في الصحة والمنتجات الصحية والعمال المتعلقة بالتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد ومنصات التواصل الاجتماعي وهذه حقيقة من أفضل ما ميز الديكسن أنها تتناسب مع النشاط وتتناسب مع الذكاء الصناعي الموجود فأنتم في شركة ذكية شركة رصينة الربح فيها أكيد ولما أقول الربح فيها أكيد هذا لفظة الربح فيها أكيد تحمل معاني كثيرة فأنت في شركة رصينة الربح فيها أكيد غير متذبذب إذا أتقنت الصنع وختاما أقول بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم مستفيدا وأسأل الله سبحانه وتكون كلماتي نافعة لي ولكم أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم وأشكر اللجنة القائمة على هذا الملتق الإلكتروني الرائع أتمنى لكم طيب الاستماع وأتمنى لكم حسن الاستفادة وأختم بكلمات بسيطة تخرج من القلب يا أخواني مشروع شركة ديكسن مشروع عظيم ومشروع كبير ومشروع عميق جدا فلا تضيوا على أنفسكم هذه الفرصة لا تضيوا على أهليكم هذه الفرصة لا تضيوا على من تحبون هذه الفرصة انصحوا من قلب ادعوا من قلب ادعوا من قلب محب قلب شخص معطي لا مستقرض قلب من شخص مهدي لا طالب دائما تكلموا بثقة عالية دائما تكلموا على أنكم عندكم حلول جدري لمشاكل عميقة هذه المشاكل عجزة عنها الكثير عجزت عنها مؤسسات عجز عنها خبراء عجز عنها علماء أنتم وجدتم الحل لأنكم أصحاب حلول وكما يقول صاحب كتاب أسراء عقلية المليونة أن التجار هم حلالي مشاكل فأنتم الآن تجار في الصحة لأنكم عندكم حلول صحية وأنتم الآن تجار في المال لأنكم عندكم حلول مالية وأنتم عندكم حلول الآن في الفكر لأنه عندكم ثقافة فكرية حقيقية تنفع المجتمع الآن كثير من الأخوة استفاد من الشركة ليس استفادة صحية ومالية فقط بل ثقافة فكرية وثقافة مالية كثير من الأخوة كان سابقا يعني ينظر بعدسة ضيقة أو عدسة مشوها للحياة ينظر للحياة على أنها أيام تنقضي وتنتهي الآن أنت أصبحت لبنة ذكية ولبنة إيجابية في المجتمع تنفع نفسك وتنفع الآخرين فحاولوا أن تستمتعوا برحلة دي أكسان دي أكسان يا أخوان رحلة ورحلة جميعا فيها محطات كثيرة قد تكون في أحد المحطات تحديات لكن دائما ابدأ والنهاية أمام عينيك وكما يقال إذا أردت أن تسقط أسقط على ظهرك حتى يبقى نظرك إلى الهدف الأعلى نراكم في القمة إن شاء الله جميعا وأعتذر جدا على الإطالة هذه خواطر ودردشة بسيطة حبينا أن نضيفها على ثقافة دي أكسان وننظر بعدسة ذكية حتى ننفع وننتفع جميعا تحياتي لكم أخوكم مهندس حسام علي ترجمة نانسي قنقر